ودكتور أحمد ثابت وكل جمهوري النادي الأهلي في كل مكان بكملين لقاءاتنا عقب فوز النادي الأهلي بدور الجمهورية 2006 ومعنا المدير الفني لفريق كابتن سامر عبد الرحمن ألف أبروك البطولة كابتن سامر بطولة طويلة جدا تحديات كبيرة جدا امتحانات انضمام للمنتخب ولكن الحمد لله ربنا كل الجهود كفوزت بالبطولة الله يباري فيك الحمد لله الأول بشكر كابتن أسامة حسني على المجهود الجبار طول الموسم ومتابعة البطولات اللي ناشئين كلها طبعا ده حافز كبير للعابين بشكر كابتن محمد حشيش طول الموسم متابعنا وبيسني على أداءنا وبيحل الأداءنا الحمد لله بصورة مميزة جدا بشكر الدكتور أحمد ثابت برضو أشاد بينا ومتابع الفريق والحمد لله بنحاول نقدم حاجة تفيد النادي الأهلي إن شاء الله بنقدم بنحاول نقدم لعابين مميزين قبل الفوز بالبطولات كابتن سامر المشوار كان طويل زي ما قلنا كان في تحديات سواء الامتحانات أو النضوام كان للعاب المنتخب كنت بتعامل ازاي في الفترة دي خاصتنا كان عندك عدد كبير جدا من اللعب كان في المنتخب وجهتنا صعبات كبيرة جدا طول الموسم ما بين إصابات في أول الموسم إصابات طويلة زي اللعب أمير اللي جاله أرباط صليبي في مبارات الإسماعيلي كانت رابعة مباراة في الدوري برضو اللعب رضا جاله قسر في الصبونة الرجبة برضو قسابة طويلة غيرنا مراكز بعض من اللعبين اللعبنا بكذا تاكتك وبكذا طريقة لها باللعبين أدوا على أعلى مستوى ده طبعا كان مش مفاجأة لي على قد ما أنا يعني بسني عليهم جدا جدا في المباراة الواحدة كنا بنغير التاكتك كذا مرة طبعا اشتغلنا على الحاجات دي طول فترة لعادات بصورة كبيرة جدا اللعبية في السن ده بتقدر ان انت تشتغل معهم وتغير مركزهم لو عندك الأماشة الموجودة والكواليتي انك تقدر تأدي اللعبية مميزة جدا اعتقد فريق 2006 يخرج منه كذا اللعبية يقدر يفيدل النادي في المستقبل إن شاء الله الرسالة بقى لحالك حابب تقولها اللعبية عقب يعني انتهى البطولة طبعا في الأول أنا حابب أشكر الجهاز الفني والإداري كابتن أحمد رؤوف الكابتن فتوح مدرب حراس المرمة الكابتن عمار المدير إداري دكتور جابالة والكابتن إبراهيم خاطر مدلك والعمال عبد الرحيم وعاطف شكرهم جدا عامل موجود جبار طول الموسم بشكر اللعبة جدا 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 أدوا بصورة مميزة جدا جدا رغم الصعبات والامتحانات والإصابات وتجمعات المنتخب احنا عندنا سبع لعبين في المنتخب فطبعا تاخدوا كذا كذا